اهلا بكم في فيديو جديد. العرض عندنا فيديو مهم جدا او ممكن نقول فيرجان وتوم الفيديو الاول الان نزل من فترة من كزا شهر وهو فيروس الايفون الشهير. خلينا كده في البداية قيّنك وقولك انه ما فيش فيروس الايفون اللي انت بتشوفه دلaci مش فيروس اللي انت بتشوفه دلaci تنبيهات مزعجة بسبب المواقع اللي انت بتدخل عليها. التنبيهات ديات اشكالها تختلف. خلينا كده وارك شي وہيت صور عشان تطمن للتنبيهات دي الصورة الاولى دي الصورة التانية دي الصورة التالتة التنبيهات طبعا بتختلف الانجليزي او عربي حسب الاكاونت اللي انت ضيفه فاتمنى كده تكون فهمتوا الموضوع انه هو مش فيروس خليني بقى اقول لك بكل بساطة وبخطوات بسيطة جدا ازاي تشيله وهعمل الموبايل انجليزي وعربي لانه بيحصل في الكومنتات لا اعمله انجليزي لا اعمله عربي فانا هعمله في الاتنين اهم الحاجة بتنساش تعمل لايك للفيديو الموضوع دهات بيفرق جدا متنساش تعمل سبسكرايب للتشانل موضوع دهات بيفرق اكتر من لايك فاتأكد ان انت دايس على الاشتراك او السبسكرايب وكمان هتلاقي في الانستجرام لو عندوك اي اسئلة كلموني هناك وانا هرد عليكم وقولولي كده في الكومنتات ايه شكل الفيروس المزعج خليني بقى نقول اسمه الصح التنبيه المزعج اللي بيزهر لك على الايفون زي ما قلت اللي بيزهر لك دوا التنبيهات من خلال الكالندر او التقويم فبالتالي انت لازم تفتح الحسابات اللي جوه الكالندر وتمسح الحساب اللي بيسبب لك ازعاج بس هي بالبساطة ديت لو انت عامل موبايلك انجليزي بتفتح وبتنزل على كالندر وبتنزل على انت بتشوف الحساب اللي شايفه مش طبيعي يعني انت هتلاقي حسابك على هتلاقي حسابك على الجيميل هتلاقي الايميلات اللي انت كاتبها اي حاجة ما تعرفاش دوس عليها خلانا كده نبدي مثال هندوس عليها وهنلاقي كلمة هندوس عليها هتتمسح نهائيا من الموبايل بتاعك ومشي يجيلك الازعاج دوت خلانا بقى نعملها بالعربي بنفتح الاعدادات وبننزل تحت على التقويم بنلاقي كلمة الحسابات بتشوف الحسابات اللي هي تخصك الاي كلاود والجيميل نفس الكنسبت اللي عملها في الانجليزي اي حاجة ابنورمال اي حاجة مش طبيعية اي حساب شايفه مختلف بتدوس عليه وبتنزل على حزف الحساب بعد ما بتعمل كده مفيش اي ازعاج بيقيلك او تنبيهات مزعجة طب نقطة مهمة ناس كتير او بتسألنا عليها من الفيديو اللي فات ففكرنا لبعض الاسئلة هل كده انا موبايلة فيروس لا هل كده موبايلة هيبقى فيه مشكلة في المستقبل لأ طيب هي ايه عبارة عن التنبيهات دي اولا هي عبارة عن اعلانات لتطبيقات على الابستور ناس ناس عايزة تشهرها او اعلانات لويبسايت مواقع فبالتالي الحل الامسل للقصة ديت ان انت لو نزلت لو نزلت لو جات لك رسالة مسلا انه جهازك مخترق ده مش مخترق لو جات لك رسالة انه لازم تفتح الويبسايت ده فمفيش مشكلة فيها لو نزلت اي حاجة من المواقع ديت او لو نزلت اي تطبيقات من الرسالة اللي جات لك ديت امسح وبرضو جهازك مش مخترق ده هي التنبيهات كأنك زابط منبهها على الموبايل فما تلاقش خالص اتمنى يكون الفيديو واضح جدا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك اه متنساش تعمل سبسكرايب للشانل وقلولي اسئلتك اكتراحتكو فيه الكومنتات وانا هردها عليكم واشوفكو في فيديو جديد